من جديد أهلا بكم بعد سبع مساحات لفايروس كورونا أخيرا الرئيس الأمريكي يعلن شفاؤه البداية كانت بإعلان نتيجة اختبار الرئيس بإيجابية لأول مرة في الحادي والعشرين من يوليو وقد أنهى عزلته الأسبوع الماضي قبل أن تضر إصابته مرة أخرى وبسط كانت جلز زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعربت عن قلقها بشأن حالة الرئيس والتي يمكن أن تتفاقم بسبب فيروس كورونا والعملية الروسية أيضا في أوكرانيا وغيرها من التحديات الكبيرة التي تولده واشنطن فيما قالت رئيسة الأركان السابقة لورا بوش زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج دامريو بوش لشبكة سيانان اللعب العطفي الذي تتحمله السيدة الأولى على صحة الرئيس بايدن في ظل الظروف العادية هو بالفعل ضخم الآن أصبح الأمر أكثر صعوب بالنظر إلى الاهتمام العام والمستمر بصحته وقدرته على أداء وقيمته لكن منذ قليل أعلن البيت الأبيض أن مسحة الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية بعد فيروس كورونا كان الطبيب كيفين أوكنور قد قال أن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إيجابي في الكورونا مرة أخرى أمس الجمعة وأن مشكلة سعاله تم حلها بالكامل تقريبا أكد أكنور أن بايدن لا يزال يشعر بتحسن كبير على الرغم من إصابته أو من عودة إصابته بكورونايتين وقد وحضت مثل هذه العدوى الارتدادية في بعض المرضى لتناول على علاج المضاد الفيروسات أكد أيضا الطبيب المعالج أنه ستظل درجة حرارته منضف وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما هذا الصباح نتيجة اختبار اليوم هي السابعة للرئيس الأمريكي ومن المتوقع أن يستمر بايدن في العزلة في مقار الإقامة في البيت الأبيض حتى اختباره سلبيا قال أكنور أن سعاله عاد يوم الثلاثة لكنه كاد أن يتعافف بحلول يوم الجمعة وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق يوم الجمعة عن رحلة له حيث سيقوم الرئيس بمسح الأضرار في أعقاب الفيضانات المميتة قال البيت الأبيض أن بايدن يحتاج إلى اختبار سلبي من أجل الفروج من العزلة كما أعلن البيت الأميض أن رئيس الأمريكي جو بايدن تعافى من إصابته بفيروس كورونا لكنه سيستمر في الخضوغة إلى العزل الصارم حتى ظهور نتيجة الاختبار الثاني إذن نشكركم شكراً جزيلاً كانت هذه البيانات الأهم شكراً لمتابعة إلى اللقاء